السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وانا محمد بسوني اهلا بكم في فيديو جديد ده الفيديو التاني من سلسلة فيديوهات الدراسة في المانيا اتكلمنا الفيديو اللي فات عن اول خطوة انت محتاج تعملها لما تقرر انك تسافر المانيا وتعلمنا كمان ازاي نجيب الجامعة المناسبة لك المناسبة لك من ناحية التخصص لغة الدراسة مكانها فين كل التفاصيل دي وفي الفيديو ده هنتكلم عن كل الاوراق اللي انت محتاج تجهزها لو انت عايز تدرس بكاليريوس في المانيا وفي الفيديوهات اللي جاية لسه هنتكلم عن الماجستير والأوسبلدونج واللغة وكل الحاجات دي وان شاء الله تفاصيل تانية كتير مش هنسيب فيها ولا فاسفوز قبل ما تبتدي انت محتاج تبه تجيب وراء وقلم علشان تكتب ورايا كل التفاصيل اللي انت محتاجها لدراسة البكاليريوس في المانيا الفيديو ده لكل طلاب السنوائي العامة او اي حد بيفكر يدرس بكاليريوس فخلينا نحط اجندة بسرعة كده للحاجات اللي احنا نتكلم فيها دلوقتي ايه هي كل الاوراق اللي انت محتاجها علشان تدرس البكاليريوس في المانيا ايه الاجراءات والتوثيقات اللي بيعدي بيها كل الورق يعني الورق بيطلع منين وبيروح فين وبيترجم ازاي وإيه التوثيقات اللي بتعدي علي الاول كده يعني ايه توثيقات انا عرف ان الكلمة بتخد ده انت هتوسق من السفارة يعني ايه كلمة تخد بس صدقني توثق حاجة يعني تجيب عليها ختم خارجية ختم الجامعة ختم الكلية ختم السفارة هو حتة ختم مشوار واحد يعني وانا بتكلم لما قولك هتوسق من الخارجية يعني هتروح للخارجية بتاخد الختمة بتاعها بس عشان انا في وقت من اللوقات كنت بخاف من الكلمة دي جدا فاحنا دلوقتي هنقسم الورق بتاعنا الحاجات بتتوسق وحاجات مش بتتوسق يعني حاجات بتاخد اختام وحاجات مش بتاخد اختام. هفترض دلوقتي ان انت جبت وراء وقلم وبتكتب ورائك. الاوراق المطلوبة لدراسة الباكالاريوس هي. والله انا بحاول على قد ما قدر اكبر لك الموضوع بس الدراسة الباكالاريوس يا جباعة وراءها تفهي جدا. هم وراءتين حزانة. انت لو جاي ماجستير اونا نقعد نتكلم اوه في اوراق كتير للماجستير او جاي دكتوراه كنت اونا نقعد نتكلم. انه انت جاي باكالاريوس يعني قوم جاهز وراءك يا ابني وتعالى. هم وراءتين حزانة. شهادة السنوية العامة واسبات لغة الدراسة. خلينا نخش في اول وراءة وهي شهادة السنوية العامة. اللي بتروح تجيب ها من السيدة زينب. لحد وقتنا هزا الناس بتروح تجيبها من هناك. ما عرفش بعض العاصمة الادراكة الجديدة هينقلوا مقرر الحاجات دي ولا لا? الله اعلم. ساعتها انت بقت تأكد بقى من معلومة مساء لحد وقتنا هزا ايا لسه في السيدة زينب. هتروح تقول لهم انا عاوز بيان درجات شهادة السنوية العامة وعايز الختم كامل للصفارة الالمانية. وما تسألنيش بتقول الجملة دي ليه? هي جملة تورساتها الاجيال وبنسلمها البعض. هتروح تقول لهم البؤين دول عشان ور دي تطلعها بالعربي. انت هترجمها. اوعد خليهم يترجموها ليك. لان الترجمة لازم تبقى في الاماكن المحلفة من الصفارة الالمانية. هم يعرضوا عليك نترجمها لجنوم لأ انا عايزها باللغة العربية وانا هقول لك تعمل ايه بعد كده. الخطوة اللي بعد كده انك هتاخد الورقة بتاعتك دي وعتطلع بيها على الخرجية. على ايامنا كان توصيك الخرجية ب 11 جنيه وبعد شوية بقى ب 100 جنيه يعني السنة اللي فاتت دي كان ب 100 جنيه ما عارفش على ايامك انت هيبقى بقى انت وحظة. بعد لما تاخد خط الخرجية على طول الخطوة اللي بعد كده انك بتروح تترجم الورقة دي. فنصحت لك انك تروح السيدة زينب من بدري علشان تلحق تخلص القصة دي وتروح ترمي الورقة بتاعتك في مكتب الترجمة. لان الترجمة لوحدها بتاخد لها شوية وقت. وكان على ايامنا المكاتب بتاعت الترجمة كان موجود فيها خطم الصفارة. يعني انت مش محتاج تروح الصفارة علشان توصق تاني الورقة دي. هي موجودة في مكتب الترجمة. بس كان بتاخد لها اسبوع ولا حاجة. بس مش مشكلة حتى لو ملقيتش المكتب ده عنده خطم الصفارة. انت كده كده هتروح توصق الورقة دي من الصفارة. بس نصحت لك هنا. اوعى تروح تترجم الورقة وتسقع. وتنفض ويعد عليها وقت. وتقول انا هبقى اروح الصفارة بعدين. عاوز اقول لك ان الاختام بتاعت الدولة كلها بيبقى لها فانت بداخدهاش وتسقع لانك هتجد رايح الصفارة. تقول لك والله الخطم ده فتضطر تعيد الاوراق من الاول تاني. خطم الصفارة مدى الحياة. روح خده وبقى زقع زي ما ان تاني ورقة انت محتاجها وهي شهادة اتقان اللغة. سواء بقى انجليزي او الماني. شوف انت هتدرس بايه في انهو برنامج. محتاج تجيب اسبات اتقان اللغة. والجامعة برضو بتبقى طالبة لو انت بصلا انا هتدرس بالانجليش بتبقى طالبة طويفل على حسب هي بتبقى طالبة ايه بتشوف بتاعت الجامعة. ولو هي طالبة الماني بتروح تاخد بقى ايه من جوتا. والشهادات دي مش بتتوصق. انت مش محتاجة تحط عليها اي خلال. الورقة اللي بعد كده وهي او خ طب الدافع بتاعي. وصدقني لانه بيجيلي السؤال ده. ما تحاولش تاخد فورمة جاهزة من عنت او حتى تستخدم في انه يعمل لتعملش كده. الحاجة دي بتتفاص. وممكن بسبب حتة ورقة زي دي ورقة كله يترفح. هسيب لكم اللينك بتاع الفيديو وهحطه لكم برضو في البلاي لست بتاعة الدراسة في المانيا كلها. معادش ليك حجة. لحد كده ده الورقة اللي انت محتاج تعمله لو انت طالع من سنوية عامة. طب لو انت طلعت بقى من سنوية عامة اصلا ودخل كلية واخدت فيها سنة ولا اتنين كده وما عجبتكش فعايز تسافر المانيا تكمل دراس البكاليريوس بتاعتك هناك. او حتى عجبتك بس عديت اول سنة او عايز تشيل من عليك السنة التحضرية. وهنتكلم عن فيديو كامل خاص بالسنة التحضرية دي لوحدها. احتمال يبقى الفيديو اللي جاي على فكرة. المهمة علشان ما لغبطكش الورق اللي جاي ده هو الواحد عايز تشيل السنة التحضرية من عليها. دي ناس زكية بتبقى راحب. طلعت من سنوية عامة. دخلت ا اول سنة في الكلية ليها علشان تشيل من عليها السنة التحضرية. وبتنجح فيها طبعا لازم تنجح فيها صاف. فلو انت من الناس دي ماحتاج تجيب كمان ورقتين. واحدة منهم بتاخد توسيقات والتانية ما بتاخدش توسيقات. الورقة اللي بتاخد اختام الكلية بعدين الجامعة بعدين الخارجية بعدين السفارة وهي. بيان الدرجات من الجامعة. يعني السنة اللي انت عادتها اللي هي اول سنة في الكلية دي. انت بتروح تجيب بيان درجات بيها. ولازم تكون ناجح في كل المؤات صافة. ونصيحتي الورقة دي حاول تطلعها من الكلية بتاعتك بالإيمني. علشان ما تحتاجش تروح تترجمها وتدخل تاني في القصة بتاعة الترجمة. في الورقة التانية اللي انت محتاجها هي ودي ورقة كده بتروح تجيبها من دكتور حبيبك كده في الكلية تقولها دكتور انا عايزك تعمل لي بتاعته. تاخد كده بتاعته رقم تليفونه والميل الجامعي بتاعه بتكتبهم كده وبيمديلك على الورقة دي ان الطالب ده صح الصح واخدوه عندكو والطالب ده مية مية. والحاوان لسه مبوح ساعت. اخر حاجة انت محتاجها وهي بصراعة حاجة مش مهمة قوي بقى اعمل سذيح. شرف الورقة بتاعك بقى. وهي دي كل الاوراق اللي انت محتاجها علشان البكالوريوس. تابع السلسلة دي للاخر علشان في لسه معلومات كتيرة انت محتاجتها. احنا تقريبا هنغطي كل حاجة. متنساش تدعي لي دعوة حلوة. واشوفكم الفيديو اللي جاي. اشتركوا في القناة